المشاكل التي يقع فيها كثير من الناس وكم الابتلاءات وكم الاختبارات وكذلك المعاملات التي توقع الناس في العنة وجدت أن كثيرا منها يعود إلى تخلينا عن أصول الأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها الشر أو تخل البعض عنها دون أن يشعر وبالتالي وقع في العنة وأوقع غيره في المشقة لذلك إذا أردنا أن نحيا حياة طيبة ونؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى علينا أن نراعي الأخلاق التي أرادها الله عز وجل منها التي حثنا عليها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الإشكالية أيها الكرام المؤمنون أن الإنسان قد يبتعد عن الجادة وعن الأخلاق المرجوة دون أن يشعر دون أن يشعر ففرق بين أن يعرف الشيء الإنسان الخلق الحسن وبين أن يعيشه وبين أن يسلكه في فرق كبير بين المعرفة وبين السلوك وبين التخلق فلذلك من المهم جدا أن نقترب من معاني الأخلاق ونقف على حقيقتها كما أراد الله سبحانه وتعالى ثم نحاسب أنفسنا على ذلك أين نحن من هذه الأخلاق وهل تخلقنا بها وأصبحت سلوكا عمليا لنا معتادا أم أننا نفعلها في بعض الأوقات دون بعض نفعلها في أوقات الرضا وننساها في أوقات الغضب نتذكرها في أوقات ونتركها في أوقات أخرى عند وجود الشح النفس ننسى الأخلاق لأجل أن نتحصل على منفعة شخصية أم أننا نحكم الأخلاق في كل أمر أيها الكرام المؤمنون المؤمن يختلف عن غيره في تعاملاته بأنه صاحب عقيدة العقيدة تحكمه التصور الإسلامي الشرعي المعروف بالعقيدة يحكمه يعرف أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سيحاسب بين يدي الله عز وجل يعدد عليه أعماله ويذكره أفعال يعرف الغاية التي خلق من أجلها وأنه خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى وأنه يريد أن يعود إلى جنة الله سبحانه وتعالى باسترضاء الله بالتحصل على رضى الله عز وجل بالترق في جنات الجنة بالأعمال الصالحة فلذلك يقدم ما ينفعه بين يدي الله عز وجل على أهوائه وعلى مصلحة الشخصية وعلى نفسه لأنه يريد رضى الله سبحانه وتعالى فلذلك تظهر أخلاق المسلم في كل الأوقات الأخلاق الحسنة الطيبة تظهر في الغضب وتظهر في الرضى أما أن تظهر الأخلاق الحسنة في الرضى وفي الحالة الطيبة وفي الغضب أو عند وجود الابتلاءات أو الاختبارات التي لا يرضاه الإنسان تظهر عليه أخلاق أخرى مغيرة فهذا معنى أنه لم يتخلق بهذا الخلق فإن الأخلاق الحقيقية تظهر عند الاختبار عند الابتلاء عند الغضب في كل الأحوال يكون على حالة واحدة كذلك بعض الناس قد يبتعد عن بعض المعاني العظيمة الواردة في شرعة الله سبحانه وتعالى فيما يخص الأخلاق وغيرها بسبب أنه لم يقف على تفاصيل التصور الصحيح لهذا الخلق ولهذا السلوك فلذلك يبتعد عنه دون أن يشعر إذا اقتربنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا على حقيقة الأخلاق التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم نجد أن الأمر يختلف وأن هناك فرق كبير وبون شاسع وأن هناك فرق كبير وبون شاسع بين سلوكنا للأخلاق التي أرادها لنا الله في كتابه وفي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وبين الواقع الذي نحياه فلذلك من المهم أن نقف على تفاصيل هذه الأخلاق وأن تصورها تصورا صحيحا سيما وأن الشريعة ارتبطت بالأخلاق لأحكام الفقهية لأحكام المعاصرة التعاملات المختلفة إذا تحلت بالأخلاق وتجملت بالأخلاق لنجد أن الأمر فيها بفضل الله سبحانه وتعالى سهلا ميسورة وأن التعاملات أصبحت ميسرة بفضل من الله سبحانه وتعالى بسبب سماحة الأخلاق بل إني أزعمه أيها الكرام المؤمنون وسنقف على تفاصيل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من المشاحنات ومن المقاضى وأحكام والوقوف بين الناس مع بعضهم وبعض أمام المحاكم سيقل إذا انتشرت هذه الأخلاق وإذا نجحنا في أن نجعلها واقعا عمليا في دنيانا أيها الكرام لذلك من المهم جدا أن نأخذ هذا الأمر ما أخذ الجد وأن نقف معه وأن نتعلمه وأن نقف على دقائقه سيما وأن الأحكام الشرعية ارتبطت بالأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى وحثت على الأخلاق بل إن ابتعاد الإنسان عن الأخلاق الفاضلة واكتسابه للأخلاق السيئة يؤثر على العبادة التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى وكلنا يحفظ حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس ذاك الرجل الذي أتى بصلاة وصيام وزكاة عبد الله سبحانه وتعالى وأتى بالعبادات على وجهها لكنه لم يتحلى بجميل الأخلاق وكان عنده من سوء الأخلاق ما جعله يأتي وقد شتم هذا وسفك زم هذا وضرب هذا فالنتيجة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته بسبب سوء الأخلاق وعدم تجموله بالأخلاق الطيبة أغلى ما يملك في هذه الدنيا وهي العبادة التي يتقرب بها إلى الله لينجو ليفوز بالنعيم المقيم ليترقى في جنة الله سبحانه وتعالى ضاع هذا وأهداه لغيره أحسن صلاة صلاة أفضل خشوع في العبادة أفضل عبادة أدها بخشوع وإخبات وإنقياس كان الصلاة أو صيام أو صدق أو أهداها لغيره بسبب سوء أخلاق